في هذه الجلسة لإنهاء العداءات الوضع في مدينة ماريوبول مثير للقلق العديد من سكان ماريوبول من من لم يتمكنوا من الهرب لا يتلقون الغذاء والرعاية الصحية بالأمس الضربات على مصرح ماريوبول الذي قيل أنه دمر مأوى للمدنيين أدى بعض المدنيين والقتال المستمر يعرق الأعمال الإنقاذ وتقييم الموقف سعادة الرئيس التدمير والمعاناة في ماريوبول وكاركيف تثير مخاوف كبيرة عن مصير ملايين السكان في ماريوبول القانون الدولي الإنساني واضح المدنيون يستحق حماية من مخاطر ومن العمليات العسكرية الهجمات المباشرة ضد المدنيين ممنوعة ولكن كمية ضحايا من المدنيين والتدمير للبنية التحتية لا يمكن إنكاره وهذا يستدعي تحقيق معمق سعادة الرئيس الأولوية للأمم المتحدة هي الوصول إلى الأشخاص المحتجزين بسبب القصف في أوكرانيا ولتحقيق هذا الهدف نوسع عملياتنا على الأرض وحاجة السكان تزداد كل يوم وهناك حاجة لخلق ممرات آمنة للمدنيين ونحن ممتنون للحكومات المجاورة لكرمهم في استيعاب اللاجئين وتقديم الدعم لأوكرانيا والأمم المتحدة تدعو المتطوعين إلى تقديم التمويل ونناشد بالتقديم مليار دولار لمساعدة الأشخاص في حاجة سعادة الرئيس صندوق التنمية التابعة للأمم المتحدة يدعو إلى زيادة الدعم لإنقاذ البلد والمنطقة التي تعاني من تأثيرات اقتصادية كما أشار الأمين العام المخاطر التي يسببها الصراع يتم الشعور بها بالفعل حول العالم وروسيا توفر جزء من النفط إلى العالم وبسبب هذا يتم تدمير سلاسل الإمداد حول العالم ويؤدي هذا إلى عدم الاستقرار حول العالم الأمين العام أعلن في الرابع عشر من مارس تأسيس قوة رد دولية تخص الأغذية والجوانب المالية لحل الأزمة نائب الأمين العام سيقود لجنة قيادة مع الشركاء لمراقبة هذه الجهود سعادة الرئيس الأمين العام يرحب بجميع الاتصالات الدبلوماسية ويبقى منخرطا مع القادة الذين يحاولون إنهاء هذه الحرب ولن يكون هناك أي فائزين لهذا الصراع غير المفسر والوضع سيصبح أكثر سوءا إذا ما تواصل هذا القتال الأمين العام يحث بتعزيز الجهود لإنهاء العداوات ينبغي أن تكون هناك عملية سياسية مستدامة لمساعدة المدنيين وتحقيق السلم والأمن في المنطقة بأكملها أشكرك سعادة الرئيس أعطي الكلمة الآن لسيد روف مازو سعادة الرئيس مضت أقل من ثلاث أسابيع منذ أن تحدثت المفوضية إلى المجلس وإزداد عدد الضحايا في أوكرانيا بشكل بالغ منذ ذلك الوقت وأصبحت هذه أكبر أزمة لاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية بولندا في أسبوعين أصبحت أكبر الدول المستقبلة للاجئين 490 ألف شخص فروا إلى رومانيا وآخرين إلى مولدوفا ومئتين وتمين ألف إلى المغر وأيضا إلى سلوفاكيا مئات الآلاف وصلوا إلى دول أوروبية أخرى وعدد كبير من الأشخاص كذلك انتقلوا إلى الاتحاد الروسي وأيضا إلى بيلاروسيا نحن نثني على مرونة اللاجئين البارزة الكثير منهم تركوا منازلهم وتركوا كل شيء خلفهم هناك تضام يوضح أساس المجتمع المدني وروح المثاق الدولي الخاص باللاجئين والآن نشهد تجديد للأمل في هذا الواقع القاتم نثني على الحكومات لتلقيها واستقبالها اللاجئين وإبقات حدودها مفتوحة للأوكرانيين الذين ينبغي أن يستقبلوا في بلدان أخرى في وقت قصير وكذلك نثمن على الدول الصديقة التي تستقبل اللاجئين والتي تدعم الرد المالي الذي تقدم منظمة اللاجئين في الأمم المتحدة تدفق الدعم من القطاع الخاص والأشخاص العاديين الذين وفروا ثلثين من التبرعات ينبغي أن يتم الثناء عليه وأن يشجع بولندا وسلوفاكيا والمغر كل تلك الدول تشارك في هذه المساعدات وتساعد مجتمع اللاجئين بالمأوى والخدمات الطارئة والمساعدات والمعاونات ومساعدتهم في التغلب على الصدمات النفسية الموظفين على الأرض يراقبون اللاجئين في الحدود الرئيسية حيث يجتمع اللاجئين ولكن مع حالة تدفق اللاجئين الآن قدرة الدول يتم اختبارها يبغي أن نفعل المزيد لتقديم الدعم الآن بينما يتطور الوضع تنسيق الأمم المتحدة مع الحكومات المستضيفة يعرض إلى التقييم والمراقبة بينما يدخل بعض اللاجئين إلى دور المجاورة لأوكرانيا بعضهم ينضم إلى العائلات في تلك الدول هذا هو الواقع في بولندا ولكن سيواصل عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى دخول المجتمعات المجاورة في الزيادة وكذلك ستواصل حاجتهم إلى تلقي الخدمات ونحن قلقين بشأن الوضع في مولدوفا حيث وصل أكثر من 1300 شخص وهذا يؤدي إلى تحدي وينبغي توفير المساعدات الأساسية في مولدوفا التمويل عنصر واحد من الدعم المقدم ونثني على المساعدات التي تقدمها دول الاتحاد الأوروبي الآخرين التي تلك الدول قامت بتعهدات وتمثل مثال لتحمل المسلوئية والالتزام بالمثاقة الدولي للاجئين إضافة إلى هذا الاتحاد الأوروبي فعل لأول مرة وثيقة تسمح للاجئين تنظيم وضعهم القانوني وفقا للنظام لضام اللجوء وأن يستفيدوا من الحماية الاجتماعية هذه الحماية كذلك أعلنت من حكومات الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وحكومات أخرى سعادة الرئيس أرغب في الإشارة إلى أن 90% من اللاجئين الذين خروا من أوكرانيا من بينهم نساء وأطفال كانوا يعرضوا إلى الإتجار والتعذيب وأشياء أخرى نحن قلقين بشأن تقارير الإعلام الخاصة بالعنف المتعلق بالجنس ونحن ندعم حملة البقاء الآمن التي توفر الحماية للاجئين وكذلك نشرنا خبراء ومناصقين لدعم رد الحكومة في العديد من الدول التي تستضيف اللاجئين سعادة الرئيس منذ الأيام الأولى لهذه الأزمة المفاوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حملت على عاطقها مسؤولية حماية اللاجئين ونؤمن أنه على الأقل 2 مليون شخص تمكنوا من الفرار من أوكرانيا وأن 13 مليون شخص تأثروا بسبب الحرب في أوكرانيا وما زال هناك أشخاص محتجزين في المناطق التي تتصاعد بها الصراع وفي العديد من الأماكن مثل ماريوبول السكان يواجهون نقص في الأغذية والدواء والماء ويتركون بمشكلات صحية مفاوضية اللاجئين تتبع هؤلاء الأشخاص لإرسال الإمدادات الطبية لهم عندما يتهيأ الوضع ونفعل هذا للوصول إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً في أوكرانيا في الجزء الغربي وفي وسط البلاد معاً يمكننا أن نوصل الإمدادات الأساسية للأشخاص المتأثرين في الصراعات ونعمل عن كتب مع المجتمعات لتأسيس القدرة لمساعدة النازحين وهذا يشمل مراقبة العوامل الخاصة بالحماية موسيقى